لم يكن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية القادمة ليمر دونما إحداث انقسام بشأنه فنجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي على ما يعنيه الإسم والوسم ظل حضوره مثارا للجدل على مضار سنين الأزمة الليبية تماما كغريمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر إسمان على الأقل خرج تجمع قادة ثوار ليبيا ليبدي موقفا حازما بشأن ترشحهما للرئاسيات لسنا ضد العملية الديمقراطية ولسنا ضد الانتخابات ولن نكون أبدا لكن إن حدثت وتم ترشح هذا المجرم سيف الإسلام القذافي أو المجرم الحرب خليفة حفتر فإننا كتجمع قادة ثوار ليبيا كل الخيارات مطروحة أمامنا موقف يعارضه مؤيد سيف الإسلام القذافي ممن هللوا لترشحه واعتبروه مخلص ليبيا من أزمتها المتشعبة بيد أن ترشحه بالأساس يهدد بعودة الحجد العسكري إلى البلاد كمشهد يروم الضغط باتجاه استبعاد أسماء جدلية بعينها عن السباق الرئاسي سيتم العمل على التحشيد العسكري سنضرب بيد من حديث الثورة لازالت مستمرة للنبيع دماء شهدائنا ودماء أخواننا الذين ساروا على درب الكفاح لعل هذا ما يدعمه قضائيا وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا الذي طالب المفوذية العليا للانتخابات إيقاف السير في ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقاعه موقف تدعمه مواقف كبرى المنظمات الحقوقية في العالم من شاكلة مطالب هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بتسليم نجر القذافي للمحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في جرائم حرب جرائم لا تنفك ملتصقة باللواء خليفة حفتر على الأقل مدشنت قواته هجومها على طرابلوس العام 2019 وقد تصطدم مساعي تجمع إقادة ثوار ليبيا المهددة بالتجيش ضد ترشح اسمي حفتر وسيف الإسلام للرئاسيات بعقوبات دولية كانت أحد أبرز مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا بالنظر لانعكاساتها المحتملة على مسار الانتخابات انتخابات يدفع المجتمع الدولي صوب ضرورة إجرائها في الرابع والعشرين ديسمبر القادم